كابتن معتمة جمال اللي عمله الفترة الماضية شيء عظيم ورائع جدا مع نادي الزمالك ما بعد اخوان كالوس أسوريو الزمالك كان محتاج مدرب هادي بيحب النادي بيلعب السهل بيلعب الطبيعي والمنطقي ولما بقول السهل والطبيع والمنطقي ده مش معناه ان الراجل ما بيشتغلش وما بيفكرش وما بيبدعش كل ده أكيد كابتن معتمة جمال بيعمل له مفيش مدرب ما بيشتغلش وينجح لازم تكون بتشتغل كويس قوي عشان تقدر تحقق النجاحات بس هنا لازم نقول حاجة وطح جدا وانا عارف ان اللي هقوله ده مش كتير هيتكلم فيه او يقولك بلاش تقوله دلوقتي بس انا هقوله دلوقتي عشان كلنا حابين نساعد نادي الزمالك في الفترة دي الفترة اللي فيها لغبطة كبيرة الزمالك المؤسسة المصرية النادي المصر الكبير اللي عمل انجازات عظيمة مش بس انا مني نقول برضو نساعد الزمالك ونساعد لك ايه الحق ده زمالك اوه الحق ده هلاوي نحن بنحب انديتنا المصرية المؤسسات اللي عملت نجاحات كبيرة الزمالك وهو بيختار مدرب اي نادي في العالم وهو بيختار مدرب بيقول ايه بيقول انا عندي مدرب هيشتغل مثلا مع اللاعبين الشباب بشكل كويس انا عندي مدرب متمرس في تحقيق البطولات انا عندي مدرب بيعرف يكسب بطولات افريقية لكن ما عرفش يكسب بطولات محلية انا بحكي لك على اي نادي بيجي مدرب انا عندي مدرب بيعرف يصارع في منطقة الهبوط انا عندي مدرب بيعرف يشتغل مع الظروف الصعبة لو النادي مش مستقر وعندي مدرب مؤقت بيعرف يتعامل مع الظروف المؤقتة اللي انتقالية فكرة انه كابتن معتمد جمال عشان بس عمل نتائج جيدة الفترة اللي فاتت فممكن نفكر انه يكمل لنهاية الموسم ده خطر على ادارة نادي الزمالك في قرارها وخطر على المدرب نفسه لكن لو حضرتك في ادارة نادي الزمالك شايف في الكابتن معتمد جمال مشروع جيد شايفه مدرب يستطيع حصد البطولات شايفه مدرب يستطيع انه يتعامل ويسيطر على نجوم الفريق شايفه مدرب يقدر مع ضغوطات جماهرية ومدرب مصري يتعامل ويتحمل لو حضرتك شايفه كل ده ارجوك خليه كمل شوفه ارجوك خليه كمل بس لو انت مش شايف الحاجات دي كلها في الكابتن معتمد جمال او مش متأكد منها مش علشان بس يكسب المطشطات اللي فاتت يكمل لنهاية الموسم ده خطر جدا ليه عشان لو الراجل لم يوفق بعد ما ادارة نادي الزمالك فرضا ادارة زمالك لسه ماخدتش قرار في هذا الامر فرضا قالت هنكمل بالكابتن معتمد جمال لو ادارة زمالك قالت كده والراجل تعرض لهزيمة او اتنين هيولام مجلس الادارة وهيولام الكابتن معتمد جمال والراجل اللي كان جاي عشان يشيل مسئولية في وقت صعب اصبح راجل مش ناجح قدام جمهور نادي الزمالك اصبحت ادارة نادي الزمالك اللي اختارت معتمد جمال في الظروف الصعبة دي وجناجح اول فترة اللي فات دي لما هيكمل اصبحت هي مخطئة لو تعصر فالامور دي لابد ان تدار باحترافية شديدة جدا عافية يا باكادم ازمالك وكادم اي نادي في مصر احنا عندها العيب دا دايما خطير جدا نجي مدرم وقت يكسر مطش مطشين يقول لك هبه بس يكمل ماشي كامل حلو مصلحة كامل الراجل تعصر لا يمشي بسرعة هتوحب بسرعة في نص الموسم بقى او في مرحلة صعبة جدا يا سيد امرا انت كنت اخترته ليه لنهاية الموسم اخترته لنهاية الموسم تختاره وتتحمل اي شيء اي شيء ايجابي او اي شيء سلبي دي النقطة بس عشان كانت مصار نقاش دائما ما بين جمالي النادي الزمالك وبالتأكيد اضافة نادي الزمالك تفكر في هذا الامر جيدا